هنروح للخماسي وهناك أيضا خبر سعيد لمنتخبات مصر مصر تحظى الزهبية الفرق وفضية الفردي ببطولة العالم لنشيء الخماسي الحديث وده خبر الحقيقة يساعدنا زي ما قلنا ان الخماسي كمان برئاسة الاتحاد المهندشي في العريان حقق الحقيقة يعني تفرد كبيرة جدا في هذه اللعبة منتخب مصر نشيء الخماسي الحديث حقق المديلية الزهبية في منافسات الفرق في بطولة العالم تحت 21 سنة وتتلاقي في بولندا في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر اللي جاي خلينا أقول لكم النقاط عشان تعرفوا حجم المنافسات ازاي منتخب نحق المديلية الزهبية عن طريق محمد الجندي طبعا عن فين محمد الجندي أخو أحمد الجندي صحيح اللي هو بطل المديلية الفضية في الأولمبياد أخوه والأخوين معتز وعمر واقل بعد ما احتلوا المركز الأول برصيد 4466 وجي في المركز الثاني فرنسا برصيد 4310 وجي منتخب المجر في المركز الثاني 4148 شايفين المنافسة عاملة ازاي كله فوق الأربعة تلاف انت 4400 نقطة وفرنسا 4100 نقطة يعني ألمستو يعني بقرب لقرب عدد صحيح أما على صعيات الفردي فحق محمد الجندي نفسه كمان مركز الثاني والمديلية الفضية برصيد 1512 وبعد البطل المجري واللي جي 1516 فرق أربع نقاط فقط عن محمد الجندي من بطل المجر من أصل 1516 نقطة يعني أربع نقاط لو سمناها على 1516 يعني ولا تيجي حتى جزء من 100 في الألف أما صاحب المركز الثالث فكان بطل فرنسا 1504 نقطة منتخبنا الوطن بيشارك في البطولة دي بقائمة مكونة من محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل ونور الدين كريم ويوسف أورني وأميرة أنديل وملك إسماعيل وزينة عامر وهني أبو بكر الناس متسانية كتير جدا من الخماس الحديثة وشايفين أنه هم يعني يستحقوا أنه هم يكونوا على مصاد تاتويق وإن شاء الله بإذن الله ننتظر منهم مدالية أخرى ومداليات أخرى في باريس 24 وإشري